تنفيذنا للتوجهات الرئاسية بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وجهت الحكومة الخزانة العامة للدولة بتحويل أكثر من 768 مليار جنيها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 52 شهرا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك في سبتمبر من عام 2019 لسدات مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن وأفادت وزارة المالية بأن رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية سيتم دعم منظومة المعاشات بمبلغ 102 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مضحة أنها مستمرة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات وبذلك تكون الخزانة العامة لدولة قد حولت 46 تريليون و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050 ترجمة نانسي قنقر